قال العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله والقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاة إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المتيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك وإذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول أنا عبدك ومسكينك وفقيرك أنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين وأنت ربي العزيز الرحيم لا صبر لي إن لم تصبرني ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني لا ملجأ لي منك إلا إليك ولا مستعان لي إلا بك ولا انصراف لي عن بابك ولا مذهب لي عنك فينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه فإن أصابه بما يكره قال رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق وإن صرف عنه ما يحب قال شرا صرف عني وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه وما زلت بي مني أبر وأرحما فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه وانفتح له منه باب يدخل منه عليه كما قيل ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا فلله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر وماذا أودعته من الكنوز والذخائر ولله طيب أسرارها ولأسي ما يوم تبل السرائر سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبل السرائر تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت له واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه ترجمة نانسي قنونوي اشتركوا في القناة